طيب بالنسبة لحضرتك بتتكلم عن الناس اللي بتتبع المشاهير بس احنا ساعات بنشوف ناس تانية بتتفرج على صور ناس صحابهم عاديين وبيحصل لهم برضو حالة الاكتئاب ده طيب ده بيحصل ليه بقى؟ عشان هو بيقارن حياته بحياة الآخرين طول الوقت وهو زي ما قولنا كده بيشوف اللقطة دي على أنها حياة الآخرين هو مش فاهم أنه دي لقطة مش الحياة كلها فهو يقارن نفسه بالآخر طول الوقت المقارنات من أسوأ الحاجات اللي ممكن الشخص يعملها في نفسه لأنه كل ما بقارن نفسي بالآخر أنا ثقة في نفسي بتقل المثال المشهور لو قلتلك أن فيه شخصين بيلفوا التراك فواحد لف التراك في عشرين دقيقة وواحد لف التراك في نص ساعة مين أحسن؟ هتقولي على طول اللف التراك في عشرين دقيقة طب لو قلتلك أن اللف التراك في عشرين دقيقة ده بطل رياضي وعمره عشرين سنة واللي لف التراك في نص ساعة ده راجل عنده خمسين سنة وبيعمل ده عشان الدكتور نصحه بأنه هو يلعب برياضة ويتحرك يبقى مين أحسن؟ أكيد الأكبر في السن بالضبط كده لكن إحنا دايما بناخد حتة ونقارن بناخد حاجة سطحية قوي ونقول لف التلاك أسرع من ده لا أخذ الموضوع على بعضي هتلاقي أن المقارنة غير عادلة فإحنا بنقارن حياتنا بحياة آخرين غير عادلة فلما أنا عندي 20 سنة مثلا بعض أقارن نفسي بواحد عنده 50 سنة أو عنده 40 سنة ممثل مشهور فهنا مقارنة غير عادلة بص ده فين وانت فين بص ده عنده كم سنة وقعد يشتغل قد إيه بص ده بيعمل إيه وانت بتعمل إيه فالمقارنات دايما بتخلي ثقاطنا في نفسنا تقل وبتخلينا نشعر بالإحباط وبتخلينا بعد شوية يحصل لنا reaction to frustration اللي هو رد الفعل للإحباط لدود الأفعال للإحباط حاجات كتيرة منها الاكتئاب منها أن الشخص يعني عزل وانزاوي وكتئاب ممكن حد يغذي نفسه؟ أعقا أنا لسه هكملك ومنها أنه الشخص يدخل في إدمان المخدرات لأنه هو بقى عنده إحباط مستمر فهو عايز يهرب من الإحباط ده فيدخل في إدمان المخدرات ومنها أنه يبقى عصب زيادة عن اللزوم وعنيف زيادة عن اللزوم فيبقى أي حد بيكلمه وهو بينفعل عليه لأنه هو ده رد فعله للإحباط اللي هو بيعيشه ومنها أنه يفكر أنه يأذي نفسه ومنها أنه يفكر يأذي الآخر تمام؟ فردود الأفعال للإحباط كبيرة جدا لأ سنة يا رحلي دكتور يعني ممكن واحد يكون بيتفرج على مشاهير أو حد تاني مش لازم يكون مشهور ويعجبه حياته جدا في اللقطة بتاعت الصورة أو اللقطة بتاعت الفيديو فيوصل لمرحلة أنه هو يأذي نفسه أو يأذي صاحب الصورة؟ بالضبط كده لأنه هو بعد شوية هو بقى عنده يعني هو الأول كان معجب بالموضوع بعد شوية مع التكرار للموضوع هيبقى عنده أحقاب تجاه الشخص ده وده يبقى مشهور قوي أو تلاقيه بين قوي على السوشيال ميديا لما ممثل تحصل له مشكلة تلاقي ناس كلها دخلة شمتانة فيه وفرحانة فيه اللي بيتابعوه ما بيصدقوا ويشتموا فيه طب هو إيه الحكاية؟ هم عملوا كدريد ده لسه مبارح كانوا هم عندهم أجريشان داخلي أو عدوان داخلي تجاه الشخص المشهور ده إشمعنا أنت مشهور وإحنا لأ فاهميني؟ فيبدأ إذن العدوان داخلي حظام الحاجات دي حصلت كلها يعني دي أمراض أكيد كانت موجودة من قبل بس هل هي ظهرت أكتر بعد السوشيال ميديا ما بقى إنا منفتحين كده كلنا على منصات التواصل الاجتماعي؟ هو المتابعة بقت أسهل